السودان يسير نحو التخلص من أعبائه المالية ومعالجة اقتصاده المتعثر البنك الدولي يقدم نافذة اقتصادية جديدة ويعلن أنه خصص ملياري دولار للخرطوم التي تعاني من أزمة سيولة نقدية وبحسب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا فإن الأموال ستستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الـ 12 شهراً المقبلة الجهد الاقتصادي الحالي أتى بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة مليار و 15 مليون دولار لمساعدة السودان في سداد متأخرته وجاء تطور الاقتصادي الراهن بعد انتهاء مؤتمر باريس بشأن السودان والذي تم بمقتضاه شاد بفرنسا نحو 5 مليارات دولار وهي الديون المستحقة لها عند الخرطوم كما ستقدم باريس أيضاً قرداً للخرطوم بقيمة مليار و نصف مليار دولار لمساعدتها في تسديد متأخراتها من الديون لصندوق النقد الدولي وانضمت النورويج للدول الداعمة الاقتصادية للسودان وأعلنت عن إلغاء جميع ديونها الثنائية مع السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي كما أكدت المملكة العربية السعودية المضية قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار وهدف مؤتمر باريس إلى جذب شراكات استثمارية أجنبية بين الخرطوم ودول العالم خاصة في مجالات الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية المساعي المبذولة تشاه اقتصاد السودان وانتشاله من طريقه المتعرج دفعت الحكومة للإعراب عن أملها في شطب 70% من ديونها التي تقدر بنحو 60 مليار دولار ممنونه 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 قم وشهاي اشتركوا في القناة